موسيقى موعد نشط الاقتصادية مباشرة من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية تراجعت أسعار النفط الجمحة متجهة صوبا خفاض أسبوعي بنحو 4% متأثرة بتوقعات رفع سعر الفائدة وضعف النمو الحالمي وقيود مكافحة كوفيد 19 في الصين التي أثرت سلبا على الطلب رغم أن الاتحاد الأوروبي يدرس حظر واردات النفط الروسية انخفضت الحقود الآجلة لخام براند ب81 سنة مسجلة 106 دولارات فاصل 59 سنة ونزلت الحقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ب72 سنة لتبلغ 103 دولارات لبرميلة ويتجه الخامان صوبا تراجع أسبوعي بنسبة 3.7% أرجعت منظمة البلدان المصدرة للبترولو باك ارتفاع أسعار النفط للحرب في أوكرانيا قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط في بيان نبرقته إلى لجنة الدولية لشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي إن سعر خام براند القياسي العالمي بلغ في المتوسط 98 دولار للبرميل في الربح الأول من السنة الجارية بزيادة 18 دولار مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارقة أضفت أوباك في البيان أن أسعر النفط في ارتفاع لا سيما في مارس من هذا العام ويرجح ذلك أساسا إلى التوتر الجيوسياسي المتصاعد في شرق أوروبا والمخاوف من أن يؤذي ذلك إلى نقص كبير في إمدادات النفط وسط اضطرابات تجارية ارتفعت صادرات النفط الأمريكية إلى مستوى قياسي بعدما طرحت الولايات المتحدة أكبر كمكيات من النفط والمنتجات البترولية في تاريخها خلال الأسبوع الماضي على خط موازل للحرب العسكرية الميدانية في أوكرانيا تخوض الولايات المتحدة الأمريكية حربا طاقوية غايتها تعزيز نفوذها النفط والغاز في أوروبا لتعويض إمدادات الطاقة الروسية بدارعة تخليص الأوروبيين من التبعية لروسيا وتحقيق الاستقلال الطاقوي عن موسكو توجه أثبتته أحدث الأرقام عن صادرات النفط الأمريكية نحو الضفة الأخرى من الأطلنطي فبحسب ما كشفت عنه بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن واشنطن قد رفعت صادراتها النفطية إلى مستوى قياسي قدره عشرة ملايين وستمائة ألف برميل خلال أسبوع واحد فقط لتكون الكميات المصدرة خلال هذه الفترة هي الأكبر في تاريخها القفزة التي شهدتها صادرات الطاقة الأمريكية هوت بمخزوناتها الاستراتيجية من الخامة بأكثر من ثمانية ملايين برميل في ظرف أربعة أشهر في رحلة اقتناص الفرص والاستثمار في الأزمة الأوكرانية تحاول أمريكا إزاحة النفط الروسي من سوق التداولات الأوروبية والاستحواد على حصة أكبر من واردات القارة العجوز مستغلة بذلك الأسعار الضعيفة للخامة الأمريكي التي باتت تجدب المزيد من المشترين أجرت شركة الطاقة شال محادثات مع شركة صينية لبيع حصتها في مشروع غاز روسي في ظل العقوبات المفروضة على موسكو تضمنت محادثات شال مع المؤسسة الصينية للنفط البحرية سينو باك بخصوص شراء حصتها البالغة 28% في مشروع الغاز الروسي تشمل شركة أو عدة شركات مجتمعة وفد بيان صادر عن شال أن الشركة منفتحة بخصوص مشترين محتملين خارج الصين تحضر روسيا حربا اقتصادية ومالية بعض العملية العسكرية في أوكرانيا والحقوبات المالية المفروضة على موسكو وتقود محافظ البنك المركزية الفيريا نابولينا السياسات النقدية بحذر ودهاء وسط إصلاحات مالية غير مسبوقة بكبرياء القياصرة الروس تخوض هذه المرأة الحديدية حربا اقتصادية شعواء الفيرا نابولينا محافظ البنك المركزي الروسي يعتبرها الغرب أحد أفضل صناع سياسة النقدية في العالم صعود تاريخي لأحد أوثق الإطارات الروس بعد العملية العسكرية في أوكرانيا صدمت الغرب بتجميدها نصف احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ ثلاثمائة وعشرين مليار دولار يستشيرها بوتين في كل تفاصيل السياسات المالية ليعيد ترشيحها لولاية جديدة مدتها خمس سنوات على رأس البنك المركزي الروسي لمواصلة إدارة الملف النقدي وسط تداعيات الحرب على أوكرانيا وما تبعها من عقوبات اقتصادية على موسكو شغلت نابولينا المنصبة منذ عام 2013 وشغلت قبله منصبة وزيرة التنمية الاقتصادية والتجارة كما كانت أقرب المستشارين الاقتصاديين للرئيس صنفتها مجلة بريطانية عام 2017 أفضل محافظة بنك المركزي في أوروبا ودعاها صندوق النقد الدولي لإلقاء واحدة من أهم محاضراته السنوية عام 2018 لتختارها مجلة فريبس الشهيرة ضمن قائمة أقوى مئة مرأة في العالم يشيد الكثيرون بإنجازاتها التي لخصها أحدهم في ثلاث نقاط أولها إغلاق خمسمائة بنك روسي من البنوك الضعيفة وثانها كبح جماح التضخم من خلال فرض سياسة تقييدية وآخرها وضع معدل المستهدف للتضخم عن طريق تعويم الروبل الروسي الدب الذي لا تستطيع قتله لا تجرح مثل روسي يحفظه زعماء موسكو وتجسده هذه المرأة بكبرياء النبلاء الروس ابنة سائق أنقذت روسيا والروبل من الانهيار لتقلب موازين السياسة النقدية في هذا العالم أكد رئيس الصينية شي جين بينج معارضة بلاده للعقوبات الوحادية وتشريعات طويلة الذراح دون الإشارة على نحو مباشر إلى العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا وفقا لما ذكرت وكالة رويترز يواجه الاقتصاد الصيني أزمات بسبب تدعية جهوده الصارمة لحتواء انتشار كوفيد-19 لا سيما في شانكهاي مركز البلاد الاقتصادية لكن رئيس الصيني لم يشرف كلمته إلى الأزمة الصحية في البلاد العزلة الاقتصادية وسليب الضغط مثل قطع السلاسل الإمداد لن تجدي هناك حاجة لبذل جهود من أجل استقرار السلاسل الغذاء العالمية لكن رغم ذلك الاقتصاد الصيني مرن واتجاهه طويل الأمد لم يتغير رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو بالنسبة إلى الجزائر خلال العام الجري وشر مبشر مضحوم بارتفاع مرتقب في إرادات تصدير المحروقات تحالي خلفية صعود أسهر النفط لأعلى مستوى لها منذ 14 عاما في وقت تشهد فيه 143 دولة تراجعا في حجم النمو المتوقع خلال السنة الجارية وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي تضع بعض الدول على قلتها قدما على مسار زيادة النمو على غرار الجزائر التي يتكهن صندوق النقد الدولي أن يعرف اقتصادها نموا بـ 2.4% بحسب ما ورد في أحدث تقرير للهيئة المالية الدولية ارتفاع من 1.9% وفق توقعات الهيئة ذاتها في جنفه الماضي زيادة في توقعات النمو بحدود نصف نقطة مئوية تضع الجزائر ضمن البلدان الثمانية في المنطقة المرشحة لتسجيل نمو إيجابي خلال السنة الجارية رغم التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد العالمي على ضوء الارتدادات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا ودخول المعمولة في أزمة متعددة الأبعاد مدفوعة بارتفاع معدلات التضخم القياسية وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة مؤشر مبشر للجزائر مدعوم بارتفاع مرتقب في إرادات تصدير المحروقات على خلفية صعود أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ 14 عاما وتسجيل أسعار الغاز مستويات قياسية في أوروبا الوجهة الأولى للوقود الأزرق الجزائري ختاما أصدرت فرنسا مذكرة توقف دوليات بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غوسن الذي وقف في اليابان نهاية 2018 وفر في ظروف مثيرة وفق ما صرح مدعون الجمحة تتعلق المذكرة بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رونو ونيسان ذي كان يرأسه غوسن وشركة عمانية كما أوضح المدعون في ضحية نونتير في باريسا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر